للحديث أكثر حول بيان اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وتصميم الثوار على استكمال ثورتهم حتى الوصول إلى أهداف ثورتهم رغم التهديدات والمروغات التي تقوم بها الأحزاب والميليشيات التابعة لها ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين السيد علي عزيز سيد علي بداية مرحبا بك يعني كما هو معلوم الآن يعني العالم كله يمر بظروف جائحة كورونا وهذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم والعراق أيضا على وجه الخصوص في ظل شركاء العملية السياسية وفي ظل الأحزاب ومروغاتهم ومماطلاتهم وعدم تنفيذهم لمطالب ثورة تشرين السلمية ما قبل أحداث كورونا واشتياح كورونا وما بعده وخلال الظرف الحالي الآن كيف كشف هذا الوباء حقيقة شركاء العملية السياسية وحقيقة هؤلاء حقيقة الأحزاب بشكل عام؟ نعم بالنسبة للحكومة حكومة المنطقة الخضراء يعني شوف أنت حتى من الفيروس سرقوا بعض من الحياة لكي يطيلون بعمر حكومة عادل عبد المهدي أكثر وقت ممكن حتى من الفيروس سرقوا حكومة المنطقة الخضراء اليوم تقدمنا اليوم مرشح حالي ومرشح جديد يعني مصطلح هنا اثنين هاي اللي أول مرة نسمعها يعني بكل بلدان العالم مسامعها اليوم الحكومة حكومة المنطقة الخضراء طبعا هي الحكومة تشمل كل البرلمانيين رؤساء الكتل هم اللي يمثلون هذه الحكومة فبالنسبة أنه يعني هذولة عبارة الآن عن يعني شخص دي يعيش أيام الأخيرة شخص يحتضر هذه الحكومة يعني كنا نتمنى نسميها الرجل المريض لا أنا رجل دي يموت الآن منتهي منتهي الصلاحية مهما يفعلون مهما يقومون به فهي بالنسبة أنه انتهى النقاة شوية هذه الحكومة أما بالنسبة أنه شخصيا نحمل برهم صالح رئيس الجمهورية نحمله كل دم سال من شهيد عراقي نحمله مسؤولية كل جريح عراقي يا رئيس الجمهورية كفاك لعبا بأرواحنا أنت الآن تماطل أنت الآن تزايد أنت الآن ترشح فلان تكلف فلان وأنت جيدا تأرف لا مرشح لا مكلف لا رئيس الوزراء إلا من رحم هذه الاتفاة نحن نتساءل يعني في خضم هذه الأحداث التي يمر بها العالم في ظل وباء كورونا هناك أمر فضيع يتم في العراق ويجري في العراق ولا مبالاة بأرواح العراقيين هم يتخاصمون ويتنازعون ويتنفسون على المناصب وهو أمر غريب وأمر خطير برهم صالح يصر أيضا رئيس الجمهورية على ترشيح أشخاص من نفس الدائرة رغم أن هناك مطالبات من قلب الشعب من الشعب العراقي من المتضاخرين السلميين بعدم تمرير أسماء أشخاص شاركوا في العملية السياسية لماذا هذا الإصرار؟ هل هو تحدي؟ هل هو تمادي بالتحدي لثورة سلمية تطالب بمطالب مشروعة وليست صعبة؟ لأنهم يجلسون على الكراسي بقوة سلاحهم يجلسون على كراسي تحميهم ميليشياتهم هم غزات هم معتدين هم الآن يحتلون العراق اليوم عليهم أن يعلموا جيدا اليوم أحنا وصلنا إلى اليوم دخلنا اليوم بالأسبوع الثاني من شهر نيسان أحنا انتفاضتنا طلقت بواحد تشرين الأول وكانت هذه الانتفاضة نتيجة تراكمات عديدة والله العظيم لا تخلونا نوصل لمرحلة ما راح نأبه به حتى للفيروس أنتم حتى من الفيروس كورونا كما قلت وأسلف سرقتم فسحة للحياة كي تمدوا حكومة المنطقة الخضراء الحالية بمزيد من النهب وبمزيد من الفساد والسرقات كفاكم احذروا احذروا وانتبهوا جيدا والله فإن القادم أسود سترون أيام السوداء لم ترونها طول حياتكم حتى أيامكم حينما كنتم بالمعارضة حينما كان الجزء منكم يقاتل مع إيران ضد العراق وحينما كان جزء آخر منكم يطبل ويزمر للإحتلال والغزل الأمريكي الذي جلبكم أنتم والله حتى في تلك الأيام لم ترون سوادًا مثل الذي سنريكم إياه هل هذه هي أهداف الاحتلال الأمريكي بحيث أصبح العراق الآن على هذا النحو على هذه الصورة حتى الطبقة الحاكمة فيه والتي نصبت من قبل الأمريكيين منذ العام 2003 تحت مسمى المنطقة الخضراء أو الحكومات ما بعد ما يسمونه بتحرير العراق وهو احتلال وليس بتحرير يعني الآن المسميات الطائفية هناك البيت الشيعي وهناك البيت السني وهناك البيت الكردي هذه المسميات إلى متى ستظل على مسامع العراقيين وعلى مسامع العالم أليس العراق به أكفاء أشخاص أكفاء وناس قياديين وناس علماء نخب اجتماعية لماذا يصورون الإعلام الغربي أو هم الطبقة السياسية في العراق تصور العراق على أنه فقط هو غنيمة لصالح هذه الطبقة ولذلك هذه الطبقة تقتلنا لأننا نحن من ننادي بالبيت العراقي وهؤلاء كلهم طائفيين كلهم غزاة كلهم عصابات كلهم فاسدين أكيد طبعا يعني اليوم هم لما يتكلمون بالنفس الطائفي سواء الطائفيين من المذهب الأنف أو الطائفيين من المذهب أكيد هذه اللغة هم يناجدون بها أصحاب العقول المغيبة كي يصعدون على أكتافهم لكن هاي هات الآن العراق قد وقف على رجليه من جديد وعاد العراق من جديد لغة الطائفية سواء كانت سنية أو شيء عياماتت وانتهت اليوم أحنا نطالب ببلد مدني بحث الدين دين خلاصة انتهينا من هذا الموضوع اللي يريد يشتغل بالدين يروح يشتغل بالدين أما السياسة فلها رجالها مثلما العسكر له رجاله فلينتبهوا جيدا رجال الدين للدين السياسة للسياسة العسكر للعسكر الوطن واحد كما هو معلوم طبعا بالتأكيد وبحسب رأي الكثير من المحللين بأن إيران استخدمت الطائفية واستخدمت الكثير من الأدوات من خلال الميليشيات ومن خلال الأحزاب ومن خلال مشروع التغيير الديمغرافي وعمليات الاعتقالات التي تتم على أساس طائفي الكثير من الممارسات أدت بالتالي إلى ترسيخ إيران للطائفية داخل العراق يعني عن طريق أدواتها هل تعتقد وأنتم حذرتم دول إيران مباشرة بعدم التدخل بشأن العراقي بشأن الداخلي العراقي هل تعتقد أن الظرف الحالي ربما سيجبر إيران على عدم التدخل في العراق الآن بالنسبة لإيران فالقائد الذي كان يجمع ويلم شمل كل الفصائل الميليشيات المسلحة بالعراق هذا الذي كان يلمهم ويجمعهم راح انتهى مات هذا انقتل بغارة أمريكية فلذلك اليوم إيران انكسرت شوكة إيران بالعراق ونحن بالنسبة لنا لم نطالب إيران فقط نحن نطالب كل الدول المجاورة الدول الإقليمية ونحضرها من التدخل بالعراق نقولها أبناء العراق الأصليين راجعون لحكم العراق وقادمون ونحن بيننا وبين أن نطرد هذه الزمرة الكبيثة زمرة الشر بالمنطقة الخضراء ما هي والله إلا أيام قليلة لم تبقى أمامنا سوى أيام قليلة هناك يعني كما هو معلوم الآن الظرف خطير في العراق مع اجتياح فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي ما هي الخطط البديلة التي ظلت ثورة تشرين محافظة على جذوتها ومحافظة على اشتعالها المطالبة بالتغيير الشامل بإسقاط النظام الفاسد الحالي في العراق يعني ما هي البدائل التي لديكم من أجل الاستمرار حتى تحقيق هذه الأهداف مع ضرورة الحفاظ على أرواح العراقيين المواطن العراقي هو رقم واحد في الأهمية طبعا أكيد المواطن العراقي هو رقم واحد وإلا ما كنا انتفضنا بيوم واحد تشرين وقدمنا ألف شهيد وقدمنا الأعداد المعروفة صارت من الجرحة ومن المعاقد المواطن العراقي رقم واحد لكن اليوم المواطن العراقي حتى ديمة كونه هو المواطن رقم واحد فعليه أولا أن ننخلص من قتلة المنطقة الخضراء هذا أولا أما بالنسبة للفيروس فيروس كورونا احنا التزمنا خيامنا وأصبحنا الآن من متظاهرين من ثوار من متفضين إلى معتصمين داخل الخيام فمنا من يتواجد داخل الخيام ومنا من يذهب ويعود إلى الخيام ومنا من الآن يعمل كعمل خدمي داخل الخيام اليوم احنا قسمنا أنفسنا داخل الخيام في بغداد وفي باقي المحافظات احنا اليوم من التزمين بهذه الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أكثر مما ملتزنا بها الحكومة تشوف الحكومة وبرلمانيهم وسياسيهم والمطبلين والمزمرين لا يزالون يتجولون ويجتمعون ويجلسون ويتسامرون ويحتفنون من أجل تنصيب شخص ما والبارحة وأولا بالبارحة نتفاجأ البيت الشيعي هذا مسمى جديد طبعا البيت الشيعي البيت الشيعي لا يوافق على الزورفي ويريد أن يفرض الكاظمي طيب الكاظمي أنتم قبل أشهر شهرين مو أكثر اتهمتوا أنه أمريكي واتهمتوا أنه مساهم بعمليات قتل سليماني ما أبالكم اليوم جئتوا تدعموا الكاظمي فشوف هذا التشردم شوف هذا التشضي هذا كل نتيجة اتهاماتهم أن العديد السابق المتكررة أنه التوار هم مجموعة من الأطفال مجموعة من البيان قوسين باللهجة البغدادية مجموعة من الزعطيط وما يقدرون يقدمون قيادة وما يقدرون يرشحون أحد هسا من المتشردم أيها المتشردمون من هو المتشردم من هو الطفل ياريتكم ياريتكم تتحلون ببراءة الطفولة لماذا تتحلون فقط بروح الإجرام أيها القتل حتى فيروس كورونا تستغلوه تستغلون هذا الفيروس وتستقطعوا منه فصحة كي تسرقوا فيها وتمارسوا عمليات الفساد والقتل لا أنتم خفافيش ليل أخي هل بحياتك سمعت رئيس جمهورية يكلف شخص ساعة بالوحدة ونصب الليل يعني إحنا ما سامعين بهذا الشي طيب هذه الأيام أيام الأطلة الرسمية الآن كيف رح تحسب بالمدة الدستورية للسيد عدنان الزرفي كيف رح تحسب بوقت محمد توفيق ويحسبوها لحد الساعة استخرجوا الجمعة واستخرجوا السبت وقالوا هذه أيام الأطلة الرسمية لا تحسب ضمن المدة الدستورية قال ما أعطيت له للتكليف زيان طيب هل سأرى كله داعيش بأطلة ماذا سيكون الحال فإذن هل هو المطلوب الأبقاء لحكومة عادر عبد المهدي طيب موضوع الفيروس خلصان أسبوع 10 أيام هذا كحد أقصى وبعدها وين رح تروحوا من عدنه والله العظيم ساعة التحرير رح تشمل كل بغداد عبر سكاي من بغداد عضو لجنة منظمة لتظاهرات ثورة التشيرين السيد علي عزيز نشكرك شكرا جزيلا من انضمامك إلينا في ستوديو رافدين شكرا جزيلا